زيك ما تلاقيش الحديث ده بيقولوا أهل أهل التطرف كتير يعني ده ما تعمل كده وتبص كده الطيار متطرف بيذكر الحديث ده لا ما يذكرش ليه ما يذكرش الحديث ده انه عيبين المكانة الحقيقية المصر اللي كتير من الناس أصحاب المصالح ميحبوش ان مكانة الحقيقية المصر تظهر ان مصر تظهر ان هي وصية رسول الله سهصل فكان الباب الأساسي أو الدرع الأساسي اللي لبسوا العالم كله كان درع مصري منع التطرف أنه ينطلق إلى العالم كله وفي نفس الوقت درع تاني درع النور درع العلم اللي قاوم به أهل مصر كل هجوم للتطرف على العالم كله بالأظهر الشريف فمصر وقفت بهذا المصاد وقفت بالاثنين دولة وقفت بجيشها وبأظهرها بهذا التنوع العجيب يا أخي حالة غريبة جدا هم حتى معرفوش زي ما معرفوش قبل كده يخلوا مصر متشيعة معرفوش يخلوا مصر متطرفة آه أنا بأكلمكم وأنا متخصص في التطرف وعارف أن فيه أفكار وغبار للتطرف في مصر بس ما قدرش يسيطر على أهل مصر حتى لما كان جيب خيابته في سنة راح راح ليه طيب عشان التطرف ما لوش بقاء في مصر ما لوش بقاء في مصر ليه ومش هيبقى في مصر حتى لو قعد ينفق كل النفقات أنا أعزي أقول لكم حاجة كل الطيرات المتطرفة الأموال التي أنفقت على الطيرات المتطرفة في مصر أموال لو أنفقت على بلد أخرى لذابت ذابت ذابت إم محت وهذه البلد صامضة صامضة ليه لأن فيها ليها رئتين هذه اسمها جيشها ورئي اسمها الأزهرة طيب وده يعمل إيه بقى يبقى رسول الله كان استوصوا بأهل مصر خيرة فإن لهم زمة ورحمة هما فيه فيه حفظة يحفظوا بيه العالم كله ولذلك كان واضح أو استهداف الطيرات المتطرفة القضاء على هذه الخصوصية الثقافية والهوية المصرية سواء الوطنية أو الدينية عايزين يخلصوا عليها في ظل إيه بقى في ظل مرجعية أقول لكم مرجعية مرجعية ثقافية بتأسس للنظرية كبيرة اسمها النهايات الخمسة ويجي التطرف يمشي على القضاء على النهايات على الخمسة بالزبط كلهم فببساطة خالص عندهم النهايات الخمسة يقضوا على اللغة يقضوا على الثقافة يا راجل يا راجل مصر عملت جمال وروعة استوصوا بأهل مصر خيرة سوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رحمة كده فلما حبوا يقرأوا القرآن ما قرأووش بالتخويف قرأوا القرآن بجمال الله فلما قرأوا القرآن بجمال الله إلا حاصل الناس سمعوا القرآن فأحبوه لدرجة النتقال القرآن نزل في الحجاز وقرئ في مصر عشان قرأوا بإيه بحنية قرأوا برحمة قرأوا بجمال هو الألحان والمقامات اللي حنا بنقرأها دي بنقرأ بها القرآن اللي بيقرأ بها الشيخ مصطفى اسماعيل واللي بيقرأ بها الشيخ محمد رفعت واللي بيقرأ بها الشيخ علي محمود واللي بيقرأ بها الشيخ البنة واللي بيقرأ بها الشيخ الحصري ليه مقامات عربية بس أهل مصر خزانة خزانة وكان سبب من أسباب حفظ القرآن الكريم وينشروا بالجمال ده في العالم كله فإنه حصل هذه الخزانة لازم هو يجي حد يحب أنه يعبس بيه وخاصة في الأوضاع الأقليمية اللي احنا الصعبة اللي احنا بنعيشها دي فنفكر كل الناس أن مصر حروبها ما كانتش أبدا للعدوان أو معادات الحق وأن حروبها كانت من أجل حماية الأرض والعرض يستوصوا بأهل مصر خيرا لأنه هيعلموكم هيعلموا يعني إيه حماية الأرض وحماية العرض وده يبان قوي قوي في خصائص بلدنا وجيشنا إنهم مش بيعتدي وإنما يحمي ويسترد الحق على طول زي الذكرة اللي احنا بنعيشها الشهر ده ذكرة انتصار أكتوبر الذكرة الواحد وخمسين على نصر عظيم بمدد من ربنا مدد بربنا وكأنه بيدلنا برغان استوصوا بأهل مصر خيرا فإن الله يستوصي بهم خيرا نصر كده نصر أكتوبر ده في حاجات وفي أوجه شبه بنصر بد مرة نقعد بس نتغزل في نعمة ربنا في نصر أكتوبر نحمد نعمة ربنا في نصر أكتوبر وعشان كده بيقولوا كمان وهي أرض يسمى فيها القراط العلماء قالوا قراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم أو غيرهم وكان أهل مصر يكسرون من استعماله والتكلم به وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدمنا التفاصيل عشان ما حدش يغلط هيا دي مصر علشان الصحابة يهتموا بشأن مصر زي ما يكون ربنا كشف اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أهل مصر وجمالهم في التعامل وطريقتهم فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يوص بأهلها خير إيه الخير بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وص به لأهل مصر كل الخير يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصل عالم كله بأهل مصر وصل كل من يحب حضرت النبي بأهل مصر إن هم يستوسوا بها كل الخير